لكل اللي بيعاني من جفاف والتهاب البشرة في الشتاء وتصبغات الشتاء زي تصبغات الدق حوالين الشفايف او تصبغات في الشفايف او اي تصبغات او اسمرار في البشرة يبقى الكريم ده ليكم ولازم تعملوه الكريم الشتوي الاقتصادي الفعال جدا تعالوا بينا نشوف طريقته ندخل في مكونات الكريم الشتوي على طول طيب اول مكون هيكون معنا طبعا جل السبار الالوفيرا جل ده طبعا بيحتوي على فيتامين اي وسي واي يعني زي ما دايما بقول لكم نضارة شد تفتيح باختصار دي فويده للبشرة طيب هناخد منه قد ايه هناخد من جل السبار معلقتين طعم معلقتين كبار يعني كده اول معلقة تاني معلقة طيب تاني مكون زيت جزء الهند اللي هو الخام زيت جزء الهند السايل التقيل عادي جدا طبعا زيت جزء الهند هو مناسب لجميع انواع البشرة مع عدل البشرة الدهنية فانتو تقدروا استخدموا في الكريم ده بدل زيت جزء الهند تقدروا تستخدموا اصحاب البشرة الدهنية زيت الجوجوبة اوكي وتعملوا نفس المكونات عادي جدا فهناخد من زيت جزء الهند ايه هناخد منه معلقتين كبار برجو معلقة اتنين طبعا زيت جزء الهند هو بلسم للبشرة الجفة الملتهبة بيرطب البشرة جدا بيفتحها بيديها نظارة بيديها ترتيب بيديها لمع حلوة جدا 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 وتراوة فهو جميل اوي وخصوصا في الشتاء طيب هنقلب المكونات كويس بصوا كده المكونات في الاول بتلاقوها فصلة معاكم شوية بس لازم تفضلوا تقلبوا كتير جدا لحد ما يديكم قوام كريمي زي ما انتو شايفين كده بصوا قوام كريم ولو لقيتوا المكونات او المقادير اللي انتو حطيناها لسه فصلة معاكم شوية مسلا قطرتوا الزيت ولا حاجة ضيفوا معلقة كمان من جل الصبار اوكي فده معناه مش ان الكريم بيكون فصل ولا حاجة لا لو حسيتوا انه هو فصل معاكم او مش راضي يلم بتضيفوا شوية جل صبار كمان لحد وتفضلوا تقلبوا كتير يعني حوالي دقيقتين كده لحد ما ما الكريم بصوا كان في الاول عامل ازاي بصوا دلوقتي يبقى عامل ازاي قوام كريمي جميل جدا يعني ما اتملوش طيب دلوقتي احنا خلاص وصلنا للقوام الكريمي الجميل ده زي ما انتم شايفين هنعمل ايه بقى هنضيف اخر مكونين على فكرة هو كريم اقتصادي جدا جدا طيب المكون القابل الاخير اللي هو تالت مكون ده زيت فيتامين اي زيت فيتامين اي هناخد منه لو مش عندكو الزيت السائل هتاخده منه كابسولة الف او هتاخده كابسولتين ربع مية لو ما فيش كابسولة الف يعني او هتحطه نص معلقة صغيرة من السائل انا بعرف عاير بايدي طبعا زيت فيتامين اي مضاد للاكسادة وهو حلو جدا بيشيل التصبغات بيفتح البشرة بيدي البشرة نضارة وكمان نسبة شد اوكي وطبعا ترتيب عالي جدا ونقلب تاني كويس جدا طبعا كل المكونات دي عندكو في البيت فيعني مش مش هيكلفكو حاجة شايفين قوام كريمي جدا محدش يصدق ان انتو اللي عمليولو مدفسوكو في البيت طيب اخر مكون هيكون معانا ايه زيت الليفندر اللي هو زيت الخزامة اولا ده مضى حفظة طبيعية مضاد للبكتيريا بيتهر البشرة من السموم زائد ان هو حلو جدا بلسم طبيعي للبشرة بيرطب البشرة الجفة بشكل مش طبيعي طبعا ده هيناسب جميع انواع البشرة لكن لو انتو بشرتكو دهنية هتستبدلوا زيت الليفندر اللي هو الخزامة بزيت شجرة الشاي وهنحط ثلاث قطرات من زيت الليفندر اهو نزل اربعة مش مشكلة اوكي يبقى كده قبل ما اقول لكم نقلب يبقى الاستبدالات للناس اللي بشرتها دهنية هتستبدلوا مكونين اتنين بس كل المكونات سابتة معادة مكونين اتنين زيت جوز الهند هتستبدلوه آآ بزيت الججوبة اوكي وزيت الليفندر اللي هو الخزامة هتستبدلوه بزيت شجرة الشاي ونقلب تاني كويس عايز اقول لكم الكريم ده حلو جدا جدا هيديكم ترطيب عالي قوي في الشتاء يعني حاجة كده جميلة وسهلة وكل ما يخلص اعملوه وتقدروا على فكرة تستخدموه كمان لتشققات الادين والاقدام والسواد اللي بيكون حوالين الشفايف والشفايف السودة او اللي فيها تصبغات او تصبغات في البشرة بسبب آآ في الشتاء التصبغات بتكتر في بعض الناس وخصوصا عند منطقة الدق تقدروا برضو تحطوه فهو حلو جدا جدا يعني استعملاته كتير بصوا اهو احنا كده خلصت وعشان بصوا تصدقوني انا كنت عامل زيه وقرب هو مش قرب هو تقريبا شبه خلص فانا بجدده فعلا ما باستغناش عنه خالص انا هجيب علبة تانية فاضية لان ما ينفعش نحط الجديد على القديم اوكي وهنبتدي نفضيف العلب حابب بقى اقول لكم على حاجة كمان واحنا بنفضي كده ده استخداماته كل يوم بالليل قبل النوم اوكي بتخسله الشكو على بشرة نظيفة بتحطوه وتنامو دي كده اول حاجة يحفظ فين برا التلاجة عادي جدا احنا مضفناش اي حاجة انها تخليه يفسد صلاحيته مفتوحة معاكم اوكي بس اللي هو دايما اعمله على القد شايفين شايفين الجمال يعني اعملوا على قدكو يعني اه يعني مسلا اعملوا علبة مسلا زي كده تكفيكو اول ما تخلص جددوها بيناسب جميع انواع البشرة اوكي وقلنا استبدالات او البدائل للبشرة قده هنا تحطوا ايه مكان ايه فكده انا عداني العيب. شايفين? تعالوا بقى نجربوا ساعة. اهو. والله ما حد يصدق ابدا ان انتو اللي عاملين الكريم الجميل ده. بصوا حتى قواموا على البشرة عامل ازاي? وبيدي ترتيب عالي جدا. وما تخافوش مش بيطلح حبوب. على فكرة انا من الناس اللي بشرتها بتتعرض للحبوب بشكل سريع. يعني انا جربته وزي ما وريت لكم كده العيل بقربت تخلص. ما بيطلع ليش من محبوب خالص. بتخلي التصبغات اللي في الشفايف بتروح حوالين الشفايف ومنطقة الدق. بصوا. شايفين? حلو جدا 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 لالتهاب البشرة. اي بقع هتلاقوها بتختفي مع التوزائد بيسيب ترتيب حلو جدا وخفيف ونعم على البشرة ومش بيسيب ملمس دهني وبيديكوا كده لمعة خفيفة في البشرة بتحسسكوا كده بنضارة. بس كده وده الكريم الاقتصادي بتاعنا. ايه رأيكم في طريقته? سهل وبسيط جدا جدا واقتصادي وفي متناول الجميع. لو عجبكم بقى الكريم وكل حاجة تقدمت ما تنسوش تعملوا لايك كتير شير اكتر وما تنسوش تعملولي فولو على صفحتي على الفيسبوك باسم وصفحتي التانية على الفيسبوك باسم دي صفحتي الاحتياطية. اتمنى منكم ان انتم تدعموني فيها وتعملولي عليها فولو ولايك للصفحة زائد ما تنسوش تعملول لي على قناتي على اليوتيوب برضو باسم كاريمز استوديو وعلى صفحاتي على الانستجرام والتيك توك برضو باسم كاريمز استوديو اشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة وحلقة جديدة وقولولي عايزين عمل لكم ايه الفترة الجاية? وانا عناية لكم. اشوفكم فيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة